بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة التعليم الفني الصناعي الشعباء المعمرية الصف الأول جدرات أرحب بكم إن شاء الله إحنا بنستكمل شرح وحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية للصف الأول جدرات طبعا إحنا كنا في الحلقة الماضية شرحنا وتكلمنا على إن وحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية بتشمل 3 مخرجات إحنا قلنا إن المخرج الأول أعمال البناء بالطوب للحوائط المستقيمة بأنواعها مع اختلاف الأسماك بتاعتها لأن أنا عندي الحوائط أعرفها بالسمك بتاعها بنبدأ من نص قالب لقاية قالب ونص حسب الاحتياج في سوق العمل طيب إحنا الحلقة الماضية كنا تكلمنا وشرحنا المخرج الأول اللي هو أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية للحوائط المستقيمة وكنا برضو تكلمنا عن الطريقة الإنجليزية من الطرق اللي هي بتمتاز بمتانتها إن شاء الله اليوم بنتكلم عن التمرين التالت في هذا المخرج اللي هو مخرج الحوائط المستقيمة اللي هو معنا كده بنقول تنفيذ حوائط مستقيم بطول خمس قوالب طيب لما أنا أقول خمس قوالب يا شباب قلنا دايما أعرف القوالب بالأبعاد بالسانتي ليه؟ لأننا دلوقت المفروض إن أنا راجل أكاديمي فني بختلف عن الحرف العادي إن أنا لابد إن أنا قبل بداية العمل أكون عارف أبعادي بالسانتي وأقدر أحددها على أرض العمل سواء في العمل برة أو داخل الورشة اللي أنت بتتدرب فيها فهنعرف الحوائط بتاعنا اللي هو حوائط مستقيم بطول خمس قوالب يبقى عندي 129 سانتي وقلنا ليه 129 سانتي قلنا إن طول الآلب الواحد 25 سانتي هو عندي بيقول لي خمس قوالب يبقى خمس قوالب في 25 هيديني 125 سانتي بدون اللحمات طيب إحنا دايما قلنا شباب إن عدد اللحمات في أي جدار بتقل عن عدد الأوالب بواحد يعني أنا عندي خمس قوالب أيوك برافو كده أنا حاسس إن فيه تجاوب يسامع كده اللي بيقول آه يا أستاذ يا مستر طالما عدد الأوالب خمس قوالب يبقى عدد اللحمات أربع لحمات أربعة في سانتي بأربعة سانتي و 125 يبقى دا كده الحساب بتاعي اللي هو 129 برافو طيب سمك قلب ونصف اللي هو سمك الحائط المستقيم اللي إحنا إن شاء الله هننفزه وهنشرحه اليوم حيكون سمك قلب ونصف طيب معنى قلب ونصف برضو هنترجمه هنترجم القلب ونصف لأبعاد زي ما اتفقنا كده لازم أن نشتغل أبعادنا بالسانتي يبقى أنا عندي القدرة على إن أول ما يتقلي حائط بعدد من القوالب أقدر إن أنا ترجمها للسانتي بحيث إن أنا أشمل عدد الأوالب إذا كان طول القالب 25 سانتي بضربه في عدد الأوالب كلها طيب اللحمات بتاعتنا كلها سواء لحم العربوس أو لحم المرقد اتفقنا أنه هو بيكون 1 سانتي ما يوازي عقلة الصباع بالزبط تمام كده لا يزيد ولا يقل وفي نفس الوقت عايزين لحماتنا كلها إن شاء الله تبقى متنسقة والكلام ده هنشوفه إن شاء الله في الرسم قبل ما نشتغل هنوضحه وفي نفس الوقت هنشوفه إن شاء الله في التمرين معنا في الفيديو وإحنا شغالين طيب إحنا بنقول قلب ونصف يبقى 38 سانتي 38 سانتي اللي هو بتوع السمك ليه بقى لأن أنا عندي 25 سانتي قالب شناو مجاور ليه قالب أدية 12 سانتي يبقى 37 هتقول لي يا أستاذ يا مستر في لحمة بينهم إحنا اتفقنا إن اللحمات أقل من عدد الأوليب بواحد يبقى أنا عندي فعلا السمك 38 سانتي اللي هو قالب ونصف طيب وبارتفاع 6 مداميك برضو بالسانتي هنعرفهم ب42 سانتي نرجع للتعريفات اللي إحنا عرفناها قبل كده تعال معايا كده وانتبه ركز معايا الجدارات بتعلمك حاجة مهمة جدا لابد إن إحنا كلنا نركز عليها الجدارات هي جمع ما بين المهارات والمعارف يعني ما ينفعش إن أنا أشتغل مهارات بس وافصل المعارف لا بدون المعارف مش هينفع إن أنا أشتغل لازم أشتغل على أصول وعلم طيب هو هنا بيقول لي 6 مداميك ارتفاع 6 مداميك نرجع لتعريف المدماك قلنا تعريف المدماك هو صف أفقي من الطوب لما نيجي نقدر السمك بتاعه عرفناه قلنا هو سمكه مساوي لسمك القالب اللي هو 6 إيه سانتي برافو مضافا إليه سمك طبقة المونة التي أسفله اللي هو سانتي يبقى 6 زائد 1 هيساوي كاما شباب برافو 7 يبقى أنا عندي عدد المداميك بضربها على طول في 7 سانتي يبقى 6 مداميك في 7 هيديني اللي 42 يبقى الحساب اللي هو من الدهوني ده في التمرين صح أنا لازم دايما قبل ما اشتغل أي تمرين أعود نفسي أترجم الحسابات وراجع ربما في موقع العمل يبقى أنا مطلوب مني مقاسات معينة لابد أن أنا أعرف مقاساتي مزبوطة ولا لا طيب ندخل كده بقى على الرسم الموضح أنا عندي قراءة الرسم مهمة جدا يا شباب زي ما قلنا معارف بتصبق المهارات المعارف من خلالها بقدر أطبق كويس جدا طيب قراءة الرسم هنا جايب لي 3 رسومات مهمين جدا بالنسبة للتمرين الرسمة الأولى بيقول لي مدماج أول والسهم بيشاور عليه اللي فوق منها على طول مدماج ثاني اللي هو المدماج التالي له خلاص طيب الوجهة اللي فوق مكتوب تحتها مصقة رأسي ده مهم جدا بقدر أعرف من خلاله شكل العراميس الرأسية يعني أنا كده من خلال المصقة الرأسي بقدر أعرف شكل العراميس الرأسية واتكلمنا قبل كده يا شباب ركز معايا بس عشان تنتبه معايا اتكلمنا في الحلقات الماضية وقلنا في المباني أنا عندي فيه مدماج فردية وعندي فيه مدماج زوجية بمعنى إن أنا عندي المباني مركبة من عدة مدماج حسب ارتفاعها طيب المدماج الأول فردي المدماج الثاني اللي فوق منه على طول زوجي طب ليه إحنا بنفرق بنقول ده فردي وده زوجي لأن الأول حيكون المماثل له الثالث الأول حيكون مماثل له الثالث وهكذا بقى الفردي نمشي كده الأول الثالث الخامس السابع التاسع وهكذا كل الفردي حيبقى متشابه مع بعض بالزبط في شكل العرميز بتاعته يعني بمعنى لو أنا شغاله هلو شنويات يبقى كله شنويات تمام طيب المدماج الثاني هتلاقيه الزوجي أديات يبقى كل المدماج الزوجية أديات نبص كده على الرسم ونأكد اللي هي قراءة الرسم هنبص كده هنلاقي المدماج الأول الساهمة هو بيشير للشكل المدماج الأول من على الوجهة شنويات لما اطلع فوق كده هتلاقيها شنويات بالزبط صح برافو طيب زيه التالت زيه الخامس الكلام ده مهم في التنفيذ ومهم في قراءة الرسم طيب ننزل على المدماج الثاني كله أديات مع مراعاة وضع كنيزر بعد كل أديات ترويسة كنيزر ده ضروري جدا اللي هو ربع الآلب احنا عرفنا في المصلاحات وقلنا شباب ان الكنيزر هو التعريف بتاعه انه هو ربع قالب الهدف منه ايجاد مسافة الطي او ايجاد عملية الربط الجيد وتفادي وقوع اللحمات فوق بعضها لان المباني بتعتمد على التراس الجيد مع بعضها والتشابك بمسافات متساوية المسافات المتساوية دي بتتمثل في ايه بتتمثل في مسافة الطي ودايما انا بأكد على مسافة الطي يا شباب لان لو اختلت في البناء البناء كله اختل خلاص احنا قلنا ترابط القوالب مع بعضها وتشابكها بمسافات واحدة عاملة زي تشابك الأصابع بالزبط كلما الأصابع تشابكت بشكل جيد جدا وبمسافات متساوية قدت قوة لتماسك اليدين صعب جدا لكن لو انا عملت الصابع كده اي حاجة خلاص خلاص العملية بالنسبة لي ما بقاش فيه ترابط جيد انا بأكد ليه بقى قبل ما ندخل في التمرين احنا قلنا يا شباب ان دايما الجدارة بتعتمد على المعارف والمهارات احنا النظام القديم كان بيحصل ساعات فيه انفصال عن المعارف والمهارات فانت اقا طالب كنت بيحصل تزبزب عندك في المعلومة لا دلوقتي الحمد لله عايزين ان انت تأكد على المعلومة بتاعت المعارف عشان لما تيجي تطبق في المهارات تطبق بصورة جيدة جدا جدا كده احنا خلاص عرفنا المدماج الاول شكله ايه والمدماج الثاني شكله ايه والربط بتاعهم طيب بيجي نخش كده في ايه قراءة الرسومات دخلنا في التنفيذ هندخل في ايه في عملية التنفيذ التنفيذ بيقول لي اول خطوة طبعا بعد اما انا في الاول احنا الحلقة الماضية عرفناك ان احنا بنجهز الخمات وبنجهز الادوات بتاعتنا طيب دلوقتي بيقول لي اول خطوة اول خطوة في التنفيذ البدء في عمل المدماج الاول وعمل العلام لقياس طول التمرين هعلموا بايه بقى هعلموا باستخدام المتر يبقى احنا هنا فدتنا موضوع ان احنا بنعرف الاوليب بالسانتي عشان هقدر رئيس بالمتر كويس طب يبقى انا بعمل عملية قياس طول التمرين بالمتر جيدا ثم تركيب الترويسة من الجهتين والضبط بينهما افقيا بميزان المياه والقدة الشكل بين قدام منك في الصورة انا عملنا العلام وخدنا المسافة اشتغلنا من الجهتين الترويسة الاولى الادية معها كنيزر وصادهم بالضبط في باقي السمك خلاص هتلاقي فيه مسافتهم نفس البسافة بتاعتهم اللي هي بتقدر بتلت تربع اللي هي الادة موضوع فوقيها بالضبط تمام طيب بحط الادة وميزان المياه وتأكد من افقية ميزان المياه لو انا عندي خلل في الافقية الترويسة اللي انا عملتها التانية يعني الجهة الاخرى ببتدي استعدل الخلل ده يا اما لو واطية برفع وزود مونة لو عالية ببتدي اعمل عملية طرق عليها بطرق على الترويسة بحيث ان انا نزل هيكون في حدود ملي اتنين ملي لان انا لازم احافظ على سمك اللحام اللي هو الصنط يا رجال يبقى احنا هنا قلنا ان انا هبتدي المدماك الاول بعملية العلام اللي احنا خدناه في التمارين السابقة طيب لو انا معلمتش كويس جدا مش هقدر اجيب المسافة في النص كويس يبقى هتطر ان انا لو اشتغلت لو انا مش معلم كويس على الارض هتطر ان اشتغل الترويسة بالتتابع عشان محصورش نفسي في النص وبص الاقي تقسيط اللحمات في لحم دايق او لحم واسع تمام كده يا اما بعلم علام جيد واخد ترويسة في الاول الجهة اليمين واخد ترويسة في الجهة الشمال وايس بالمتر يعني ايس بالمتر يعني طول التمرين 129 سنت ما لقووش 128 ده معناه ايه ده معناه ان انا اثناء المباني بتاعتي في الداخل هبصة لقى فيه لحمة لغة خالص القالب لزق في القالب يبقى البناء عندي غلط البناء عندي مشكلة طيب لو انا 129 لقيتها 130 ده معناه ان انا هلاقي فيه لحمات واسعة في الداخل لا يبقى لازم يبقى فيه دقة في عملية القياس تمام كده طيب خلصنا الخطوة الاولى هندخل على الخطوة التانية احنا كده اعتبر اشتغلنا المدمك الاول وفهمناه طيب يتم بناء المدمك الثاني بعمل الترويسة من الجهتين والضبط بالقدة والميزان نفس الحكاية ما ينفعش ان انا اعمل ترويسة من يمين ومن الشمال وانسى القدة والميزان ما ينفعش باي حال من الاحوال القدة والميزان يجو كده على الترويستين وابتدي اضع القدة وفقيها الميزان المية وابتدي اشوف الوزن الافقي بتاعي تمام طيب يبقى بعد اما خلص القدة والميزان واشيلهم بابتدي حط الخط البنناوي بين الترويستين اربط الخط بحيث ان يبقى واصل مع الترويسة الاولى والترويسة التانية تمام كده يا شباب كده منتبهين للخطوة التانية طيب بعد كده الخطوات التي تليها انا يعتبر اتعلمت وتعودت ان انا المدمكة الاول بروس يمين وشمال وبقيس العلام المسافة ما بينهم واتأكد وبحط اده والميزان وبازبط افق كويس طيب المدمكة التانية نفس الحكاية برضو نفس القصة الترويسة في الليبين ترويسة في الشمال انا براعي ان انا الترويسة طبعا المدمكة التانية انا شغال المدمكة الاول شنويات يبقى الطريقة الانجليزية بتقول لي ان المدمكة التانية اديات يبقى الترويسة بتاعتي في الاول هتبقى ادية اللي هي عرض القالب على طول على طول التمرين انا بعرف الادية او الشنوي من حيث الوجهة او طول التمرين تمام طيب يبقى انا في المدمكة التانية ببدأ بترويسة ادية وبنتهي بترويسة ادية وبحط الادة والميزان وبازبطهم طيب خلصت ببتدي اشد الخيط بتاعي من على الناصية باستخدام دليل الخيط اللي احنا المرة اللي فاتت شرحناه عملي وشفناه واشتغلنا به يبقى نفس الحكاية ببتدي ارص كل القوالب بتاعتي كبناء وحافظ على لحمات العرموز بتاعتي بقيمة واحدة اللي هي صنطي واحد تمام كده يا شباب طيب اه شفنا كده شكل التمرين تعالا معايا ونبص شكل التمرين بعد اما خلص خالص كم دمك ست مدميك طيب نرجع الابعاد بتاعته عود نفسك ان انت تقيس ورجع الابعاد انا عندي 129 سنتي طول التمرين عرض التمرين 38 سنتي برافو ارتفاع التمرين 42 سنتي طيب يبقى اصبح بالنسبة لنا كده الموضوع هنخش في شرح التمرين اول شرح التمرين بيوضح لي سمك اللحام سواء العرموز او بين قدامك او الحام اللي هو حط عليه القلب ده رحام الافقي اللي هو رحام المرقد سواء بالسخين او باستخدام الفرمة المخصصة لوضع المونة يعني انا ممكن ان انا اعمل شكل معين برضو بقيمة سنتي الهدف منه ان انا حافظ على قيمة السنتي ده طريقة او طرق مختلفة لعملية فرد المونة بحيث ان انا كله قيمته سنتي سواء السخين او سواء الفرمة البلاستيكية اللي عندي انا بعملها وبنظفها في نهاية العمل عشان احافظ عليها من المونة واشتغل بيها بعد كده هتبصت لهو بيحركها زي السخين اللي احنا كنا بنشتغل بيهم بالزبط هو بيبتدي برضو نفس الحكاية القيمة كلها سنتي زي ما انت شايف قدام منك طيب بدأنا كده التمرين كتنفيذ هو بيوضح لي شكل التمرين ابعاده العلام بتاعي ده العلام اللي احنا اتكلمنا عليه هو اعلم على الارض ممكن بتبشيرة وبقيس بالمتر هو بيقس لهو اه وصل لغاية 38 اه تمام برافو يبقى كده عرض عرض الجدار الحقاة المستقيم فعلا 38 سنتي وطوله 129 خلاص انا مش محتاج القياس كده محضر الادوات بتاعتي محضر المونة ولو موجود خلاطة تخلط المونة يكون اجمل ليه هيبقى خلط جيد جدا طيب بنجيب السخين هو دلوقتي بيدور على السخين بحيث انه هو يعمل لحام المرقد اللي هو الصنتي هو بيحضر كده بقى ايه السخين ويبتدي يرفع لي صنتي واحد بس فقط لغير تمام الصنتي اللي هيرفعه ده اللي هو صنتي المونة لان دايما في اول البناء انا بعتمد على ان انا يكون عندي الحام مرقد وفقية بصمك صنتي واحد صنتي فقط لغير تمام كده طيب هو خلاص ابتدى انه هو اه جاهز اللحام المرقد اللي هي الفرشة بتاعتي بنفس السمك جاب قالب الترويسة في المدمك الاول اللي هي ايه يا شباب ايوة انا سامع كده اللي بيقول لي شناوي يا استاذ احنا كده ايه شغالين المدمك الاول الشكل بتاعها شناويات عشان محدش يغلط طيب حطينا الترويسة الاولى طيب تمام حطينا الترويسة الاولى في الجهة المقابلة لها بنبتدي ان احنا نحط الترويسة التانية تمام واضح كده دور بص اول حاجة عملها ايه انت كطالب اول حاجة هتعملها ان انت هتبتجي على الادة وميزان المية برافو جميل جدا كده الشغل ممتاز وهيبص كده على اه شكل الميزان المية اه تأكد منه مجرد ما يتأكد منه انه قوم منضبط خلاص مش محتاج الادة والميزان شناهم هبتدي ان انا بقى ايه اكمل باقي المدماك الاول هو كده بيوضح لي ان انا بالنسبة لي الشناوي عندي اللي هي الترويسة اللي هو بيوضح لي شكل الشناوي ان انا شغال عليه طيب اصبح بالنسبة لي ان انا بشتغل كده بشد الخيط في الوسط وبحافظ على الصنطي اللحام اللي هو الصنطي العرموس بتاعي طيب هكمل على شد الخيط المفروض ان انا عندي طول التمرين خمس اوالب خدت منه قلبين ترويسة يبقى انا عندي كم قالب في الوسط عندي ثلاث اوالب هيبتدي دلوقتي يشتغل يعمل لي الثلاث اوالب في داخل المدمك الاول هو كده بيوضح لي ان انا شغالش النويات او بيقول لي انا هاخد اهو القالب اللي بعده وهراعي موضوع السمك اللي هو الايه اللي هو صنطي بالزبط بص الصنطي كده يا شباب موحد سواء في الاول لحام او تاني لحام كده فاضلي في المدمك الاول فاضلي قالب واحد بس هو هيزبطه وهيسيب لي برضو الصنطيات بتاعة لحام العرموس اللي هو لحام الرأسي كلها موحدة كده البناء عندي مظبوط وجميل جدا فاضلي عملية العرض اللي هو بتاع السمك انا كده اشتغلت من على الوجهة دايبا طبعا يا شباب كل شغلنا دايما في البناء بيكون من من على الوجهة ما بشتغلش من الضهر اعود نفسي الوجهة مهمة جدا 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 ليه؟ لان الوجهة اه بالنسبة لي هي الاساس بتاع الشغل بتاعي تمام؟ طيب هنشتغل بقى نبص هو نبص كده نراجع على الفيديو نبص على الفيديو هتلاقي هو بيكمل لي باقي سمك الالب ونص اه هو خد من الجانب من الجانب بتاع الجدار كان واخد ادية من نحية الجانب خلاص اصبح ان انا بالنسبة لي هنكمل بس بقية الفيديو معلش كده وصلنا لنفس الايه الترويسة بتاعة عرض الجدار يعني انا عندي الجدار من على الوجهة عملت الصف الاولاني ده بتدي اكمل باقي السمك بتاع الجدار من الجهتين دايما البناء يا شباب لازم اشتغل من الجهتين اروس يمين بروس شمال طيب بصه تلقائي يبقى اصبح ان انا كده مجرد ان انا عملت الترويسة يمين والترويسة شمال هو بيدور دلوقتي بحيث ان هو يزبط ما بينهم يتأكد الاول ان السمك بتاعي العرض بتاعي ميزان افقي كويس جدا يبقى هو بجيب ميزان المية وببتدي احط ميزان المية على العرض اللي هو الادية مع الشناوي ببتدي اتأكد انه هم مزبوطين تمام بحيث ان انا اقدر ان اكمل باقي الصف بتاعي طبعا الشكل قدام منك اهم حاجة ان انا يبقى الشكل متناسق ويبقى عندي زي ما انا واخد اليمين زي ما انا واخد الشمال ما يبقاش في عندي اختلاف او خلل من حيث الابعاد بتاعتي طبعا هو هنا بيبين لك ان السمك بتاعك مزبوط تمام طيب انا لو هاخد هكمل في الداخل يبقى انا هبتدي ان انا هكمل قصات كل شناوي اديتين مع مراعاة ان انا هسيب لحام عرموز صانتي مع مراعاة ان انا هسيب لحام عرموز صانتي تمام يبقى احنا بالنسبة لنا الموضوع ده مهم جدا كده هو شغال بالتتابع بيبتدي يرسلي الاوالب طيب كده احنا شغالين بالتتابع ودي مهمة جدا يا شباب كخطوات الاوالب اللي في الداخل لابد ان احنا اشتغل اصبت اللحام العرموز الرأسي بتاعي كويس جدا واشتغل بالتتابع بحيث ان انا ما يحصلش عندي اي خلل اه ابوص الاقي ان في عندي لحمات في اللحمات اللي هي العرموز الرأسية لحمات اكبر من صانتي او اصغر من صانتي كده يبقى اصبح ان في خلل في البناء لازم ان انا اكمل التتابع بتاعي كويس جدا تمام كده احنا شغالين بنكمل عملية التتابع بتاعنا فضلنا كده اصاد الشناوي اللي من على الوجهة سامع كده اللي بيقول لي يا مستر يبقى فضلنا اديتين احنا قلنا دايما في الحائط سمك قالب ونص لما بنيجي الرص الشناوي دايما بيبقى اصاده في الظهر في الظهر الخلفية يعني بتاعة التمرين بيبقى اصاده اديتين بالزبط بص كده دي اخر ادية اخر ادية هو خلصها وابتدى خلص رص وبناء المدماج الاول من على الوجهة شناويات النويات ومن الخلف اديات كده اصبح ان المدماج الاول بالنسبة لي انتهى هراعي نقطة بقى قبل ما اتحول لبناء المدماج الثاني لابد ان انا اعمل عملية الضبط الجيد لايه للقوالب بتاعتي يعني اتأكد ان قوالب بتاعتي وفي نفس الوقت ابتدي املى العرميز بتاعتي هو دلوقتي ببوسطة المسترين بيبتدي انه هو يملأ لي العرموس اللي هو الصنطي مونة كل العرميز الرأسية هيبتدي يملأها لي مونة باستخدام طبعا الكلام ده بيتم باستخدام المسترين طيب اول ما اتأكد ان انا خلاص تمام افلت العرميز بتاعتي كلها بالكامل ببتدي افكر في الحام المرقد اللي هو الافقي اللي هو كده بيوضح لي ان الواجهة بتاعتي كلها مزبوطة الواجهة بتاعتي كلها شنواية ما عنديش اي خلل خالص طيب هيبتدي نجيب السخين بتوعنا ونجيب فرشة المونة اللي هي لحام المرقد بسمك سنتي خلاص واجهزها قبل البناء افردها اعمل لها فرد جيد خلاص انا فردتها فرد جيد كده جاهزة لاستقبال الاوالب يعني بالنسبة لي كده عملية استقبال الاوالب اول حاجة هعملها ايه يعني انا سامع كده اللي بيقول لي يا مستر هبتدي ادور على الترويسة اللي هي قدية الترويسة انا اشتغلت تحت شنويات يبقى انا هبتدي ادور على القدية بتاعة الترويسة وابتدي اجيبها بحيث ان انا هروس المدمج التاني هيكون قدية من عالوجها من عالوجها قدية تمام اللي هو ايه عرض الآلب اه ده هو وبدور على النصية خط النصية ومشي القالب بالضبط مع خط النصية طيب بخطوة اللي بعدها هبتدي اعمل زي مبانيت الترويسة الشمال ابتدي اروس الترويس اليمين برافو هاخد كده النسخة قالب تاني جديد تمام وابتدي الخطوة اللي بعدها ايوه كده جميل بابتدي اجيب ميزان المية وحطه على الترويستين تمام زي ما تعودنا دي خطوات ما ينفعش ان انا اتغضى عنها خلاص بوزن ما بين الترويس اليمين وترويس الشمال اتأكدت ان الميزان خلاص ما فيش داعي ان انا سيب بقى الادة والميزان وضيع وقت معاه دايما الفقاعة بتبقى في المنتصف اتعلم ان انا ازاي استخدم ميزان كويس هتديني سرعة وانجاز في العمل طيب بجيب بعد اللي هي بقى بطريقة انجلزية بيقول لي بعد قادي الترويسة مراعاة وضع كنيزر بعد قادي الترويسة هو بيقول لي قادي الكنيزر بالنسبة لي تمام هو بيبتدي يجيب الكنيزر كنيزر يمين وكنيزر شمال ويسيب سنتي ما بينهم راحز ان هو لازم يسيب سنتي بالزبط ما بين الكنيزر والقالب سنتي لي يا ميستر احنا قلنا كل اللحمات بتاعتنا بقيمة سنتي هو بيشاور لك هو بيقول لك ان الحامل العرموس مزبوط عندي سنتي طيب كده اصبح ان انا روست يمين وشمال زبط ما بينهم ما بين الادة والميزان طيب اكمل باقي السمك قلنا دايما السمك في الربط المسافة المقابل لها الادية وكنيزر مقابل لهم ايه تلت تربع تلت تربع قلب في الخلفية في الضهر يبقى زي ما خدنا قدام الشناوي اديتين يبقى قدام الادية وكنيزر تلت تربع لانه هما نفس المسافة كده احنا هنبتدي نتعلم ربط ونحفظ الربط الربط ده مهم جدا لان ما ينفعش ان انا اغلط فيه انت كطالب ما ينفعش تغلط في الربط معنى ان انت تغلط في الربط يعني معناها الجدار كله مش مصبوه هو بيبين له وبيقول لي انه ترويسة نفس الاديات هكمل بقى اديات في الايه في الداخل طبعا انا المفروض ان انا شدد الخيط من على الوجهة اللي هو بدليل الخيط اللي احنا تعلمنا عليه وشوفناه طيب ببتدي ان انا اكمل رص الاديات داخليا في المدمج اللي هو التاني اللي هو الزوجي بالنسبة لي خلاص وراعي ان انا هسيب مسافة لحان بس لحان صنطي احنا فعلا هو شغال كده سايب اللحان صنطي مظبوط وبيبتدي يرصلي الاوالب بتاعتي من الداخل لغاية لما يخلص لي كل الاديات في المدمج الثاني كده الموضوع بالنسبة لنا موضوع شايق وجميل وكده احنا شغالين بفن البناء فعلا مش مجرد ان احنا بنبني وخلاص لا احنا عايزين ان انا شغال بص هو بيبتدي يزبط القالب كويس قوي ويدقق فيه بحيث انه بيراعي ان فيه سانتي مين سانتي شمال تمام كده اصبح انه هو اللي على الوجهة خلاصه طيب بحكم ان التمرين ده عريض شوية قالب ونص غير قالب بيبقى اعرض تمام يبقى انا زي ما خدنا الشناوي اصاد وقاديتين هنعكس يبقى اصاد الاديتين شناوي برافو هو كده يعني انت كده بتديت تنتبه وبتديت تفهم مني ان هي عملية المسافة بتاعة الربط اللي غرض منها ان انا اوجد مسافات متساوية طيب كده انا بكمل اصبح عندي هكمل شناوي تمام بسيب لحام سانتي برضو وفي النص هيجي زي ما قلنا قدام الاديتين شناوي يبقى لو انا عندي ادية واحدة بحكم المسافة هيبقى قدامها ما يعادلها اللي هو عرض الاديا اللي هو النص احنا دايما عارفين ان الاديا 12 سنتي ونص القالب برضو 12 سنتي يبقى انا هجيب كده نصف قالب وابتدي نص القالب ده اخده واركبه في مكانه بالزبط كده معايا هقفل كده المدماج الثاني بالنسبة لي هو بيوضح لي ان ده نص قالب بيقول لي ده نص اللي انا هركبه برافو كده تمام جميل جدا اصبح كده التمرين بالنسبة لي يحتوي على مدماج اول ويحتوي على مدماج ثاني المدماج الاول هنعرفه انه هو شنويات لأوالب بطولها ابتدته تحفظه معايا ودي حاجة جميلة طيب المدماج الثاني اديات اوالب بعرضها في اتجاه طول الحاقت اللي ايه على الوجهة انا بعرف القالب على الوجهة تمام جميل جدا يبقى الموضوع بالنسبة لي كده اه واضح قوي ازاي هركب المدماج الاول بخطواته وما ينفعش اتغاضع عن اي خطوة طيب المدماج الثاني نفس الحكاية ازاي اشتغلته هنبص كده على الفيديو هتلاقي انه هو جاب السخين كده وعمل لي سمك الحامل مرقد اللي هو سنتي فرد لي المونة بسمك سنتي بالزبط بيجهز لي ايه هو بيجهز لي المدماج التالت اللي هو ايه بقى المدماج الاول احنا قلنا الشنويات والمدماج الفردية زي بعض يبقى المدماج التالت ايه 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 انا سامع كده اللي بيقول لي يا مستر شنويات جميل في ناس صحية معي يبقى انا عايزك دايما كده منتبه في عملية الربط اوعى تغلط في عملية الرص وترص غلط يبقى المباني بتاعتك حتى لو الجودة بتاعتها كويسة من حيث الطريقة اللي انت شغال عليها لو الربط غلط يبقى التمرين غلط نقطة دي مهمة ما نقعش فيها طيب خلصت المدماج التالت ااكد عليه بالإيدة والميزان برضو طبعا احنا هنا خلاص اتعلمنا في المدماج الاول والتاني كيفية تركيب الترويسة دلوقتي بس عشان عملية الوقت بالنسبة لمساحة الفيديو في العرض عليكم هنجيب المدماج كربط بالكامل هنبتدر رص المدماج بالكامل وانت فاهم ان احنا الاول لما بدنا نركبه طبعا ده بالنسبة لنا الرابع الرابع زي مين زي التاني الرابع اللي ركب ده تمام هو بيوضح لك اوه الرابع اللي ركب طيب ابتدى يركب الخامس بنفس الخطوات طبعا احنا خلاص قلنا زي الاول والتاني يعني احنا حتى في تعريف الخطوات بنقول ان تركيب الاول والتاني ما يعلوهم يتبع نفس خطوات تركيبهم دي نقطة لابد ان احنا نتعود عليها شباب طبعا كده اصبح ان انا بالنسبة لي واضح قوي ان المدميك الفردية زي بعض هو بيوضح له بالسهل بيقول لي ان انا شغال المدميك الفردية زي بعض شغال المدميك الزوجية زي بعض وبيوضح لي عملية الربط ما فيش اي خلل عنده في التركيب من حيث الربط فضله كده هو عمل خمس مدميك فضله مدميك واحد بس واصبح انه هو خلص الست مدميك اللي احنا مطلوبين في التمرين طيب هو المفروض هياخد السادس السادس ده اللي هو زي مين اللي هو زوجي السادس اللي هو زوجي اللي هو دلوقتي ابتدى يعمل لك اشارة انه خد بالك الاول زي التاني الاول زي التالت والتاني زي الرابع هو بينبهك لنقطة دي طيب هيبتدي يسحب لي نفس الشكل بتاع التمرين بتاع المدميك اللي هو اه التاني هيبتدي يرفعه لي لفوق السادس تاني رابع سادس تمام طيب هو كده الخامس اكد لي عليه خلاص ورفع لي رفع لي السادس دلوقتي اهو بحيث هيركب ويزبط على الناصية بص هيزبط لحم المرقد مع الناصية بالظبط انا الهدف من تكملة المدميك في الرسم او في الفيديو الهدف منه ان انت تعرف الربط زي بعض بالظبط احنا في الاول في الفيديو اتعلمنا ازاي الروس المدميك الاول اتعلمنا ازاي الروس المدميك التاني كده الحمد لله خلصنا الست مدميك قلنا الفردي زي بعض قلنا المدميك الزوجية زي بعض طيب بأكد على الادة والميزان في الاخر عشان ما يحصلش خلل في افقية الاوليب طيب اخر حاجة عندي الضبط الرأسي ماينفعش ان انا اخفل الضبط الرأسي بجيب ميزان الخيط زي ما انت شايف كده وببتدي مع الترويسة العلوية وببتدي احط البكرة بتاعت ميزان الخيط ونزل الخيط بالسقل لابد انه هم يكون ماشي تماس مع الاوليب بالضبط لو فجأت ان السقل خارج عن الاوليب يبقى انا من فوق الاوليب بتاعتي في البنى خرجت يبقى عدل نفسي طيب لو هو خبط في الاوليب هو نازل يبقى الاوليب من فوق دخلة في البناء دي معلومة مهمة ايه جدا في عملية ضبط الايه ميزان الخيط احنا شرحناها المرة اللي فاتت في تكوين ميزان الخيط اللي هو بدايما بنطلق عليه ميزان الشغول كده اصبح بالنسبة لي الشكل العام واضح اهو جميل وظابط رأسي بالخيط ميزان الخيط تمام البكرة من فوق والسقل من تحت وظابط افقي بواسطة اه ميزان القدة وميزان المياه افقيا تماما طيب احنا هنقول بعد كده خلاص خلصنا كده ننتبه مع بعض كده خلصنا التمارين التلات تمارين المختصين للمخرج الاول اللي هو الحوائط المستقيمة على الطريقة الانجليزية تمام طيب بعد كده عندنا نوع التالت نوع تاني اللي هو المخرج التاني اللي هو الحوائط المتقابلة يعني ايه حوائط متقابلة احنا بنطلق عليها حوائط متقابلة على الزاوية القائمة او بنطلق عليها ساعات اختصار حوائط الزاوية القائمة طيب تقابل جدار مع جدار بيديني زاوية قائمة ده مسمى المخرج اللي احنا هنشتغله هنشتغله التمرين طبعا هنشتغله طبعا خليك معايا كده ونبص اول قبل اما اشتغل طبعا احنا اتعودنا ان احنا فيه معايير اداء بنشتغل عليها زي ما اشتغلنا في المخرج الاول اشتغلنا بمعايير اداء طيب يبقى المخرج التاني هنقوم اول معيار بالنسبة لي اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية المعيار ده انت كطالب لازم تنتبه ليه لان انت هتتقيم عليه طيب اتباع قواعد الامن والسلامة بيقول لي بعد كده المعيار التاني قراءة المصطلحات الفنية للمهنة لابد ان انا اكون عارف المصطلحات كويس جدا طيب تجهيز العدد والادوات والخامات اللازمة يبقى انا لازم اعرف ايه عددي وادواتي وخامات اللي هستخدمها في هذا المخرج ابتدأ جاهزة تمام يبقى اصبح بعد كده بنقول تحديد نسب خلط المونة بعد اما بيهز العدد والادوات وخامات لازم اعرف الخامات دي هستخدمها ازاي ايه الكميات اللي انا محتاجها يبقى هنا بيقول لي يحدد نسب خلط المونة المستخدمة طبقا لنوعية الاعمال جميل جدا حسب الاعمال اللي انا هشتغل فيها طيب بعد كده قراءة الرسومات الهندسية احنا قلنا يا شباب دايما فيه فيه فرق ما بين التدريب المهني والتعليم الفني احنا هنا كتعليم فني بنعلمك طبقا لان انت تكون راجل فني مؤهل لما هتيجي تشتغل هيجي لك رسمة الرسمة دي ممكن الحرف العادي لو اتعرضت عليه ممكن ما يقدرش يستنتج منها حاجة هيحتار فيها شوي لأ انت معاك انت لأ انت المفروض ان انت دارس ازاي ان انا قراءة الرسومات من حيث ايه بقى من حيث الابعاد ازاي ازاي ان انا اقدر استخرج الابعاد اللي انا هشتغل بيها طيب من حيث الرموز كلام ده ان شاء الله برضو هنوريه في قراءة الرسومات يبقى احنا بننبه للنقطة دي مهمة جدا ما تستهونش بقراءة الرسومات وانت بتتعلمها دق فيها قوي عشان انت بعد كده ان شاء الله في مواقع العمل هتبقى مطلوب منك ان انت لما تمسك مخطط لعملية البناء لازم ان تقدر تستخرج منه العمل بتاعك ما تقولش انا لا انا مش عارف يبقى ما ينفعش تمام طيب يبقى بعد كده ينفذ اخر حاجة انا جاهزت كل المعايير اللي انا هشتغل بيها اخر معايير بالنسبة لي وانا مفروض ان انا هقدي بي اللي هو ينفذ بناء الحواق المتقابلة بانواعها المختلفة طيب جميل جدا هنبتدي نتكلم عن الاول المعايير الاول اللي هو مهمات الوقاية اللازمة اللي هو قواعد الامن والسلامة ومهمات الامن والسلامة الاول مهمات الامن والسلامة الخوزة القفزات افرول حزاء السلامة اللي اربعة دول مهمين جدا في العمل بالنسبة لي الخوزة ليه وتستخدم لحماية الرأس ضرورية جدا لان انا دلوقتي لو انا مش لابس الخوزة ولا قدر الله في موقع العمل حصل اي مشكلة حاجة سقطت فوق رأسي فيه واحد جنب مني رأس السطوب رأسة خطأ فالرأسة عالية وانا جالس على الارض حصل ان الرأسة هتزت طيب وقع حاجة فوق رأسي يبقى انا لما بقى لابس الخوزة بتاعة الامن هتحميني اللي هياخد الصدمة هي الخوزة تمام يبقى ما تستهونش ما تقولش انا بالبسها وما فيش حاجة لها لا انت ما تعرفش لقدر الله ممكن ايه اي مخاطر تحصل طيب القفزات بتستخدم لحماية اليدين انا بستخدم خمات من ضمنها الاسمنت وجير الخمات دي لما بتلامس الجلد بيبقى لها تأثير مباشر على الجلد يبقى انا احمي ايدي بحيث ان انا لنلبس القفزات طيب الافرول يستخدم اثناء العمل لحماية الملابس لان انا ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا اشتغل بملابس الشخصية اللي انا جاي بيها سواء موقع العمل او في التدريب داخل المدرسة طيب حزاء السلامة وده مهم جدا والغرض منه وحماية القدمين هنشوف كده في الصورة اللي جاية شكل الخوزة تمام شكل الافرول شكل القفزات وشكل حزاء الامان اللي هو اللي انا هلبسه يحمي القدمين عندي وشكل كده اللي يلبس نفسه جميع المهمات مع بعض طيب هنقول تجهيز العدد والادوات بتاعتي متر ميزان تمام دليل الخيط الخيط الرأسي اللي احنا كنا لسه من شوية بنوزن به في التمرين اداة تكحيل اللحمات تمام المصرين بنوعيه في المصرين المستطيل وفي المصرين البيضاوي اللي هو بنطلق عليه ضفرة البناء الضفرة بتاعت البناء اللي هو بياخد انحناء كده يسهل علي ان انا شيل الزوايد طيب المهزة اللي هي بتفصل للشوائب عن بعضها بالنسبة للرملة عشان منفعش اشتغل برملة وفيها حصة داخل المونة هتأثرلي على سمك اللحاب طيب الاصعة اللي هي المفروض ان انا بضع فيها المونة بحيث ان انا اقدر اسناء البناء استخدم منها من خلالها طبعا العربة اللي انا بنقل بيها الخامات بتاعتي وعندي الزاوية القائمة اللي انا بزبط بيها زاوية البناء لان احنا نراحز ان احنا المخرج ده اسمه الحوائط المتقبلة على شكل زاوية قائمة طيب واخر حاجة الادوم لو انا عايز اكثر افصل قالب احوله نص قالب يعني حوله نصين يبقى هستخدم الادوم البناء تمام طيب كده اصبح بالنسبة لي العدد والادوات طيب تجهيز الخامات المستخدمة اول حاجة الطوب طبعا الطوب اللي احنا بتشتغل به بالنسبة لك في التمرين اللي هو طوب الرملي طوب الوجهات مشهور بانه هو طوب الوجهات الوردي بمقاسات خمسة وعشرين طول في اتناشر عرض في ستة سنتي سمك طيب الرمل والرمل دايما يكون رمل حيرش ما يكونش ناعم جدا وليه مواصفات معينة طبعا المهم قوي ان انا حافظ على مواصفات الرمل طيب الاسمنت برضو هنيعرف النسب بتاعته في ان شاء الله في نسب الموان الجير اللي انا بستخدمه في مونة التدريب بالنسبة لك انت لما انا بستخدم رمل وجير ليه بقى لان انا بنعودك ان انت تتضرب وما ينفعش نسيب البناء لان هنعيد استخدام القوالب تاني فهنتطر نفك فبنستخدم رمل وجير بنسبة واحد الى ستة تمام واحد جير الى ستة رمل طيب حساب الخامات اللازمة هنقول لزوم المتر المكعب مباني المتر المكعب مباني بيطلق على التمرين اللي هي فوق النص قالب يعني كل التمرين اللي هي قالب وقالب ونص وقلبين بكعبها مكعب التمرين الوحيد اللي هو ان شاء الله في الحساب اللي هو بعد المتر المكعب اللي هو بيحسب بالمسطح اللي هو نص قالب طيب المتر المكعب بيحتاج قد ايه بالنسبة لي قلنا طوب ربعمية وخمسين قالب خلاص دي معلومة هتحفظها وتبقى فاهم لما انا هكعب شغل وانا عندي متر مكعب او مترين بضرب في ربعمية وخمسين قالب تمام طيب الرمل بيحتاج ربع متر مكعب رمل جميل جدا طيب الربع متر مكعب رمل هضيف عليهم اسمنت خمسة وسبعين كيلو جرام خمسة وسبعين كيلو جرام يعني بقياسا بشكارة الاسمنت اللي هي خمسين كيلو يبقى انا هضيف شكارة ونص على الربع متر مكعب واحنا تعلمنا تكعيب الرمل شباب يعني لو هنتبه معايا تكعيب الرمل قلنا بنكعب في صندوق الكيل اللي هو خدناه في العدد السندوق ده بيكون أبعاده متر في متر في ارتفاع 40 سنتي بملاء رملة لآخره وببتدي أرفعه يبقى الكمية اللي هي بعد رفع صندوق الكيل الخشبي الخشبي الكمية اللي تبقت على الأرض أنا استهى على أن هي 40 سنتي مكعب طيب لو أنا عايز متر مكعب يبقى جنب منها على طول بملاء تاني بارتفاع الـ 40 سنتي يبقى أنا كده عندي 80 سنتي متر مكعب عايز أكمل بقية المتر بملاء الـ 40 سنتي اللي هو صندوق الكيل اللي ارتفاعه 40 سنتي بملاء منتصفه بالزبط هيديني 20 سنتي يبقى أنا كده قلنا 40 زائد 40 زائد 20 أنا كده كعبت متر مكعب عشان نتعلم إزاي في الطبيعة نقدر أن احنا نكعب الرملة طيب يبقى أنا الحساب بتاعي كمتر مكعب 450 كيلو جرام 450 قالب بيستلزموا 75 كيلو جرام أسمنت ربع متر مكعب رام بضيف الربع متر مكعب رام اللي مع 75 كيلو جرام أسمنت اللي هو شكرة ونص وبقلبهم كويس جدا هم كافيين قوي كامونة يركبوا لي 450 قالب طيب هننتقل لحساب لزوم المتر المسطح اللزوم المتر المسطح هيكون طيب طيب يبقى أنا عندي 56 آآ قالب آآ الرابل آآ ده المتر المسطح تمام و 3 من 100 آآ زائد 10 كيلو ونص أصبح أن أنا بالنسبة لي كده خلصت الموام بتاعتي طيب هنتكلم بقى أنا نتبه مع بعض كده ونركز آآ إحنا كده اتكلمنا عن المخرج الأول كان التمرين الثالث المخرج الأول اللي هو إيه بقى اللي إحنا قلنا إن أعمال البناء بالطوب للحوائط المستقيمة ده المخرج الأول على الطريقة الإنجليزية خدنا 3 تمرين اليوم آآ شرحنا التمرين الثالث اللي هو حوائط مستقيم صنف قالب ونص طيب آآ بدأنا في المخرج الثاني اللي هو الحوائط المتقبلة تمام واتكلمنا عن آآ معايير الأداء وقلنا مهمات الأمن والسلامة واتكلمنا برضو عن تحضير النسب سواء للمتر المكعب أو للمتر المسطح تمام تمام طبعا إحنا بنوضح إن إحنا مازلنا بنتكلم وبنشرح في المخرج الثاني اللي هو الحوائط المتقبلة على الطريقة الإنجليزية آآ خدنا المعايير الأولى اللي تكلمنا عنها مهمات الأمن والسلامة واتكلمنا عن العدد والأدوات والخمات والنسب المستخدمة للمتر المكعب أو المتر المسطح وقلنا يا شباب إن استخدام المتر المكعب للحوائط اللي هي صمك قالب فما فوق قالب وقالب ونص وقلبين وهكذا أما الحوائط الوحيد اللي بيحسب بالمتر المسطح الحوائط اللي هو بيعرف بصمك نصف قالب ما ينفعش حسابه بالمتر المكعب ده حسابه متر مسطح طيب لو دخلنا في التمرين بالنسبة للمخرج الثاني اللي إحنا شرحنا فيه دي معايير الأداء دلوقتي هنقول التمرين آآ واحد التمرين الأول بالنسبة لي خطوات تنفيذ بناء حائط على شكل زاوية قائمة صمك نصف قالب كده أنا عرفت التمرين بتاعي من خلال الصمك بتاعه طيب بعد كده بيقول لي تنفيذ حائط متقابل اللي هي بقى مواصفات التمرين الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي مواصفات التمرين تنفيذ حائط متقابل مع آخر يعني ضلعين مع بعض حيدوني شكل زاوية قائمة بطول خمس قوالب في خمس قوالب وسمك نصف قالب على زاوية درجة تسعين درجة بحيث أننا دي زاوية قائمة بيبقى الدرجة بتاعتها تسعين تمام وبارتفاع ست مدميك يعني بالسانتي اتنين واربعين سانتي مطابقا للرسم الموضح كده أصبح أننا يا شباب لازم أن تبقى منتبه معايا لازم قبل مبدأ العمل أنتبه جيدا لمواصفات التمرين لأننا هيبقى أنا مطالب اللي هيستلم مني التمرين سواء وانا طالب انت بتدرس أو سواء في الشركات ان شاء الله هيستلم بناء على المواصفات اللي هو طلبها ماينفعش أننا مركز في المواصفات وابدأ العمل فأفاجأ أننا زودت في أبعاد التمرين أو نقصت في أبعاد التمرين عشان كده في آخر المواصفات بيقول لك ايه طبقا للرسم الموضح ده كده يدخلنا لأن احنا نبتدي نشرح قراءة الرسومات ندخل بقى في الرسم الموضح تمام جميل جدا الرسم الموضح موضح لي المدماج الأول والمدماج الثاني تمام والمسقط الرأسي طيب نبص كده على المدماج الأول هنلاقي هو مطبق المواصفات في الرسم يعني المواصفات طبقا للرسومات بالزبط هتلاقي أن طول الضلع الأولاني 129 سنتي طول الضلع المقابل له برضو 129 سنتي طب ده مطابق المواصفات؟ اه مطابق المواصفات هو طلب مني كده قال لي خمس أوالب فخمس أوالب احنا قلنا خمس أوالب أبعادهم كام؟ ايوة كده أنا سامع اللي بيقول لي 129 برافو الحسابات بتاعته صح طيب والسمك 12 سنتي اللي هو الضلع الأول اللي على الوجهة الصمك الضلع المقابل له برضو 12 سنتي طيب يبقى كده المدماج الأول أبعاده واضحة بالنسبة لنا المدماج الثاني اللي فوق منه على طول لازم يبقى نفسي أبعاده بالزبط نفس لأن هم الاتنين راكبين فوق بعضه بالزبط يبقى لأن احنا دايما أتعودنا أن هي المدميك كلها بتشترك في خط النصية واحدة تمام؟ طالما بتشترك في خط النصية واحدة يبقى أبعاد كل المدميك كلها مقاسات واحدة ما فيش أي اختلاف في المقاسات طيب المسقط الرأسي بيوضح لي الشكل خمس أوالب سلام شكل الشنويات بالزبط طيب المدماج الثاني بادئ بنص قالب ومنتهي بنص قالب ليه؟ لأن احنا تعلمنا واخدناها في الحواقات المستقيمة أن أنا عندي فيه مسافة طاية في الحواقات الصمك نصف قالب مسافة الطاية بتكون مقدارها 12 سنتي يعني نصف قالب برضو يبقى عشان كده بابتدي بالنصف تمام؟ يبقى احنا كده الشباب أكدنا على أن احنا شغالين اشتغلنا إن شاء الله في المعيار الثاني اللي هو الحواقات المتقبلة على الطريقة الإنجليزية خدنا التمرين الأول وخدنا معايير الأداء بتاعته تمام؟ آخر حاجة كنا بنتكلم فيها قراءة الرسم بعد اللي هو طبقا لمواصفات أتأكد منها كويس جدا وأجهزها للعمل بحيث أن أنا مخطأش في الأبعاد بتاعتي إن شاء الله في الحلقة القادمة بنستكمل شرح المخرج الثاني اللي هو الحواقات المتقبلة على الطريقة الإنجليزية وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله